نبقى في اليمن منذ سلائها على العاصمة الصنعاء وأقصد ميليشيا الحوثي عام 2014 وأقدامها على مغامرة اقتحام المحافظات الجنوبية تعمل الميليشيا الحوثية بشكل حثيث على إعادة رسم الحدود التي كانت تفصل الجنوب عن الشمال سابقا قبل توحدهما في العام 1990 1990 صحيفة الشرق الأوسط كشفت في تقرير لها أن الميليشيا الحوثية تعمل على هذا المخطط رغم فشلها في حشد التأييد الشعبي من محافظات الشمال والذي تدعي أنها تمثله حيث بدأت بتشييد مبنى إداري لمحافظة الضالع في مديرية هناك والتي كانت سابقا ضمن محافظة إب وتعتبر الأقرب مديرية لخط الحدود السابق بين اليمنين كما تسعى لإبقاء المواجهات في هذه المنطقة بهدف إغلاق الطريق الرئيس التجارية التي تربط الشمال مع الجنوب أما في محافظة لحج فحرصت الميليشيات الإنقلابية على التمركز في المناطق الحدودية السابقة على غرار مديرية حيفان ومناطق أخرى قريبة من الخط الحدودي السابق وأيضا في محافظتي البيضاء وأبيان حيث تتمركز في مديرية كيراس وعقبة ثرة التي تعتبران من المناطق الحدودية السابقة قبل الوحدة كما تسعى الميليشيات الآن وفق الشرق الأوسط الاستكمالي رسم الحدود الشطرية بعد الزج بقواتها نحو مدينة مأرب التي تدور حولها معارك الآن بهدف السيطرة على منابع النفط والغاز والطاقة كذلك والوصول إلى مناطق الحدود السابقة في محافظتي حضر موت وشبوى رافق هذه التحركات الجغرافية تحركات اقتصادية وتجارية من قبل هذه الميليشيات تمثلت بفرض طبعتين من العملة الوطنية سمح بتداولهما أحدهما فقط في الشمال مع منع الطبعة المتداولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إضافة إلى نشر الحواجز على مداخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وفرض رسوم من قبل هذه الميليشيات على الشاحنات التجارية والمركبات التي تحمل لوحات صادرة من المحافظات الجنوبية